موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم للجميع معكم أستاذة سعد بيطة أستاذة وحدة تاريخ الممالك والعثمانيين للسنة الثانية على التولي لازمنا مضطرين لإلقاء محاضراتنا عن بعد بسبب جائحة كورونا كإجراء احترازي وعليه فإن هذه الوحدة كباقي الوحدات الأخرى ستدرس عن بعد عبر إلقاء محاضرات مسجلة صوتيا إلى جانب محاضرات مكتوبة تنشر لكم على موقع الكلية في هذا الإطار سنحاول اليوم تعرف على المحاور الكبرى التي سطرناها لهذه الوحدة التي ارتأينا أن نقسمها إلى جزئين الجزء الأول خاص بدولة الممالك والجزء الثاني خاص بالدولة العثمانية بالنسبة للجزء الأول والخاص بالممالك سنتناول فيه بالدراسة تقديم عام وأربع محاور كبرى محور الأول حول أصول الممالك ونشأتهم سنتطرق خلاله لأصول الممالك ونظام تربيتهم وتعليمهم وتدريبهم المحور الثاني حول ظروف قيام الدولة الممالكية الأولى الممالك البحرية نتطرق خلاله للظروف العامة التي ساعدت على نشأة دولة الممالك وانتقال السلطة من البيت الأيوبي إلى الممالك المبحث الثالث خطر الماغول على قيم دولة الممالك وهنا سنتطرق إلى محاولة قطز سيف الدين توحيد صفوف الممالك لصد خطر الماغول وأيضا إلى وصول ركن الدين بابرس إلى السلطة المحور الرابع والآخير سنتعرف خلاله على انتقال السلطة من الممالك البحرية إلى الممالك البرجية سنحاول التعرف أولا على أصول الممالك البرجية وظهورهم على مصرح الأحداث كما سنحاول التعرف على أهم مميزات هذه الدولة الجديدة لننتقل بعد ذلك إلى علاقة الممالك بدول شمال إفريقيا ثم نهاية الدولة المملكية على يد العثمانيين سنة 1517 ولننتقل بعد ذلك مباشرة إلى الجزء الثاني من مقرر هذه الوحدة والخاص بدولات العثمانيين والذي سنتناول فيه بالدراسة تقديم وثلاث محاور المحور الأول أصل العثمانيين وموطنهم الأصلي نحاول من خلال التعرف على أصول العثمانيين ومرحلة انطلاقهم المبحث الثاني مراحل تشكل الدولة العثمانية من الإمارة إلى الدولة العالمية واكتسحها لأراضي شاسعة في القارات الثلاث اعتمادا على جيس منطم المبحث الثالث والأخير سنتناول فيه عصر القوة والازدهار ونخص بالذكر أهدي السلطان محمد الثاني المعروف للكتابات التاريخية بالفاتح وعهد بيزيد الثاني هذه نظرة عامة عن أهم المحاور التي سنتناولها بالدرس وطبعا ستجدون لائحة للببليغرافية تحتوي على مجموعة من المصادير والمراجع تخص الدولتين بالنسبة للجزء الأول وهو دولة المماليك بداية أحب أن أوضح أن دراستنا لدولة المماليك يعني دراسة لمرحلة تاريخية جد مهمة في تاريخ مصر وبلاد الشام وإن كانت هذه الدولة لم تعرف في فترتها باسم دولة المماليك بل كانت تعرف بالجراكسة أو الشراكسة أو الدولة البرجية والدولة البحرية إذن وهي دولة حكم فيها عبيد أرقاء رعاية أحرار وإذا كان ظهور دولة الأيوبيين نتاجا مباشرا للحركة الصليبية في شقها السياسي في منطقة الشرق الأدنى خلال القرن الثاني عشر الميلادي فمن ديولها نبتت دولة المماليك في نفس المجال الجغرافي في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي من بعد ما استطعت انتزاع الدور من الأيوبيين الذين جلبوهم في البداية كعبيد في طفولتهم وربهم ليصبحوا آدات عسكرية في صراعتهم التي كانت في آخر دولة الأيوبية وقبل الخوض بعد المماليك نجد أنفسنا مضطرين إلى العودة إلى أواخر العصر الأيوبي وبالضبط إلى سنة 1182 وهي السنة التي خرج فيها صلاح الدين الأيوبي من مصر وتجه نحو الشام وأيضاً هذه السنة قرر صلاح الدين الأيوبي الاستعانة بأخيه سيف الدين العادل وأبنائهما معاً في إدارة شؤون البلاد فعين سيف الدين العادل على مصر والي إلا أن هذا التعيين غير مجموعة من التغييرات في ماباد وتعديلات وقد حرص صلاح الدين الأيوبي على بقاء الولاء للخلافة العباسية في بغداد ولو بشكل رمزي وهذا ما ساعدهم على إضفاء السبغة الشرعية لتوسيع سيطرتهم وهو ما سنجده أيضاً بالنسبة لدولة الممالك حيث ستحاول دائماً إبقاء شرعية للخلافة العباسية وبعودتنا للتعديل الذي قام به صلاح الدين الأيوبي كاللحظة بأنه قام بتعيين أخيه سيف الدين العادل على حالب سنة 580 هجرية أي بعد سنتين فقط من التعيين الأول وغيرين ابن أخيه تقي الدين ولياً على مصر وحاكماً لها إلا أن هذا الأخير فشل في مهمته هاتف حيث عاشت مصر انتكاسات اقتصادية وأسكرية مما اضطر سيف الدين العادل إلى استبداله بعثمان بنو صلاح الدين الأيوبي ومرة أخرى غير صدر صلاح الدين الأيوبي قرارات أخرى بتعيين أبنائه وإخوته على إدارة الولايات وإدارات شؤون الولايات والإدارات التابعة للدولة الإسلامية الدولة الأيوبية وكان هذا بداية اقتصام دولة الأيوبيين والتي سيزيدها وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 1893 ميلادية تفاقماً وصراعاً حيث ما سيعرف بحرب الولاة بين أبناء البيت الأيوبي وقد حاول سيف الدين العادل إعادة توحيد البلاد تحت سلطان موحد إلا أنه سيرتكي بنفس الخطأ الذي ارتكبه صلاح الدين الأيوبي بتعيين وتوزيع ورثته على مجموع من الإمارات والولايات وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف الأيوبيين من جديد وسيظل الأمر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى تولية الملك الصالح نجم الدين أيوب حكم مصر سنة 637 هجرية فستتوحد من جديد قوى أمراء الأيوبيين المتناترين في بلاد الشم ضد صلاح الدين هذا وسيتحالفون مع الصليبيين مقابل أن يتنزلوا عن بيت المقدس لهم أثناء هذه الأزمات ستكون هذه المرحلة التي ستكون سبب في ظهور الممالك إذن أثناء هذه الأزمات والصراعات كان صلاطين وأمراء بني أيوب يستعينون في المناوشاتهم وحربهم بعناصير غير عربية وهي عناصر إما أوروبية أو أسيوية أو من جزر البلقان يأتون بهم صغار السن ويربونهم تربية إسلامية دينية ويهتمون بتدريبهم عسكريا ويعيشون في مناطق معزولة عن العالم الخارجي إذن وقد توسعت أدوار الممالك خلال هذه الفترة خاصة في عهد للصالح نجم الدين أيوب الذي يعد آخر صلاطين الأيوبيين الأقوياء حيث جلب الكثير من الممالك واعتمدهم في جيشه بعد تربيتهم وتدريبهم وأسكنهم جزيرة الروضة في نهر النيل بالقرب من مدينة القاهرة ولهذا سموا بالصالحية نسبة لصالح هذا نجم الدين أو سموا بالبحرية نسبة إلى نهر النيل لأن نهر النيل خلال هذه الفترة كان يعرف بالبحر وكان السلطان الصالح يحرص على تربيتهم ومجالستهم وأيضا يحرص على ربط أواصر محبة ومودة مع هذه العناصر المملكية الشيء الذي جعلهم يكنون حبا من نوع خاص لهذه الشخصية وكانوا يدافعون عن مصر بحدة إذن استمر الوضع هكذا وتنام الوجود المملك في الإمارات الأولى الإسلامية في الشرق الأدنى وخاصة في مصر في نهاية القرن الثناش وبداية القرن الثلاث وقد ظهر من بينهم قادة عسكريين أقوية وهذا ما سنراه في الحصة المقبلة ترجمة نانسي قنقر